مشاهدين الكرام في كل مكان برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب ما زلنا بنتناول موضوع في الإيمان المسيحي ومن أهم الموضوعات والذي يميز الإيمان المسيحي وهو الإيمان بطبيعة الله الواحد المثلث الأقانيم وكذا موضوع حلقة النهاردة هو بعنوان الآب والإب والروح القدس إله واحد أم ثلاثة في الحلقة الماضية برهرنا بما لا يدعو مجالا أبدا للشك من العهد القديم ومن العهد الجديد بأن الإيمان المسيحي مؤسس على الإيمان بوحدنية الله فنحن لا نؤمن بتعدد الألحة فالكتاب المقدس من أول صفحة لآخر صفحة فيه بيؤكد هذه الحقيقة أن إيماننا هو بالإله الواحد اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد ويؤكد الله هذه الحقيقة مرات ومرات في التوراة وفي أيضا كتب الأنبياء وفي الكتب وفي العهد الجديد أن الإيمان بالإله الواحد هو جوهر الإيمان المسيحي عشان كده هاجي إلى سؤال مهم وهذا سؤال هو هل المسيحية تؤمن بثلاثة آلهة؟ ما أنا لسا مجاوب آه بس التكرار بيعلم الشطار لأن هناك لسا ما زال كثيرون وبالأخص من الإخوة المسلمين الذين يعتقدون بأن الإيمان بالآب والإبن والروح القدس معناه الإيمان بثلاثة آلهة وهذا المفهوم مفهوم خاطئ غير حقيقي الله الآب يقولون أن الآب إله والإبن إله والروح القدس إله إذن الآب والإبن والروح القدس هم ثلاثة وليسوا إلها واحدا ونحاول النهاردة بنعمة الرب أن أبصد هذه الحقيقة ونشرحها ونؤكد مرة تانية أن إيماننا بالآب والإبن والروح القدس هو إيماننا بالله الواحد الموجود بذاته الناطق بكلمته الحي بروحه فنحن نتحدث عن إله واحد وليس عن ثلاثة آلهة يقول المدعي أنتم تنادون بالإيمان بالثلوس والكلمة الثلوس لا توجد في الكتاب المقدس وهذا العقيدة لا يعلم بها الكتاب المقدس يعني سمعت بعض الفيديوهات أنه يقولك العقيدة نفسها غير موجودة في الكتاب المقدس وكانه بيقرأ كتاب غير اللي إحنا بنقرأه وبيفسر نصوص غير اللي إحنا بنفسرها وبعد ألفين سنة جايوا يقول لنا لا 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 أصلوا أنتم مش فاهمين كويس دي عقلية الأسف الأخ المسلم طبعا عنده حق أن يقول أنه كلمة الثلوس غير مذكورة بل كلمة نفسها لم تريد في الكتاب المقدس كويس زي أن كلمة التوحيد زي مرة فتقولت مش موجودة في الكرآن لكن عدم وجود الكلمة لا يعني عدم وجود العقيدة لا يعني عدم تعليم الكتاب المقدس أن الله في طبيعته موجود بذاته ناطق بكلمته وحين بروحه عدم وجود الكلمة لا يعطعن في وجود العقيدة وعش كده هذه العقيدة مؤسسة على على كل الكتاب المقدس الكتاب المقدس بيعلم بوضوح عن طبيعة الله فنحن لم نخترع لم نخترع معرفتنا عن شخص الله الله في الإسلام أعلن عن مشيئته لكنه لم يعلن عن نفسه أما في الإيمان المسيحي فالله أعلن عن مشيئته وعن نفسه فمعرفتنا عن الله مستقى من إعلان الله نفسه عن نفسه هذا الإعلان الذي قاله الله مرات ومرات عن نفسه وهذا الإعلان أيضا الذي رأيناه في أعمال الله ومعجزات الله عبر التاريخ وهذا الإعلان الذي أيضا اختبر رجال الله على مرات العصور والأجيال فالله أعلن عن نفسه هذا الإعلان إعلان الله عن نفسه كأب وإعلان الله أيضا الإبن والروح الكدس من بدء الكتار المؤدس زي ما قلت في البدء خلق الله السماوات والأرض وقال الله ليكن نور وكان روح الله يرف على وجه المياه فنحن لا نتحدث عن ثلاثة أليهة لكن نتحدث عن الله بذاته الله بكلمته الله بروحه كويس والكتار المؤدس على كل صفحاته من أول زي ما قلت من أول صفحة في الكتار المؤدس لآخر صفحة في سفر رؤية بتكلم لنا الله وبيعلنين عن نفسه بهذه الطبيعة إذا جمعنا كل ما قاله الله عن نفسه وما أعلن يسوع المسيح عن نفسه وما أعلن أيضا الكتار المقدس عن روح الله في العهد القديم وفي العهد الجديد هيكون قدامنا خيار من ثلاث خيارات أو يكون قدامنا يعني ملخص من ثلاث ملخصات إذا جمعنا كل الآيات اللي بيتكلم فيها الكتار المؤدس عن طبيعة الله عن الله الخالق عن الله الموجود بذاته عن الله النطق بكلمته عن الله الحي بروحه إذا جمعنا كل هذه المعلومات والآيات ودي بنسميها Systematic Theology أو علم اللهوت النظامي إنك بتجمع الآيات عن موضوع معين وبترتبها بطريقة واضحة وبتستنتج منها كويس ما يقوله كتاب يعني لما بنجمع عن كل هذه الآيات من أول الكتار المؤدس زي ما قلت الآخر الكتار المؤدس اللي بتكلم عن الله وعن الكلمة وعن الروح هيكون قدامنا خيار واحد من ثلاثة أول خيار نختاره ممكن نختاره هو إنه يجتلت أليحة يجتلت أليحة لأنه كتاب يتكلم عن عن الله الآب وعن الله الآب وعن الله الروح الكدس لكن هذا الاختيار يتعارض مع إعلان الكتاب المؤدس عن وحدانية الله فلا يمكن أبدا لعاقل أن يصل إلى هذا الاختيار لأنه وحدانية الله ساطعة كالشمس على صفحات الكتاب المؤدس وبهذا يكون هذا الاختيار خاطئ أنه يوجد ثلاثة أليحة يكون هذا الاختيار اختيار خاطئ ولا يمكن لأي مسيحي مهما كان في إرائته وفي دراسته الكتاب المؤدس إنه يصل إلى هذا الاختيار دي نقطة واضحة وأتمنى أنها تكون بالنسبة لحضراتكم أيضا واضحة الاختيار الثاني هتقول لي طمو كده يبقى أكيد الكتاب والكتاب اللي كتب الكتاب المؤدس يتعرضون مع بعضهم البعض البعض يقول أنه يوجد إله واحد والبعض الآخر يقول لا هناك أب وابن وروح كدس وبما أنه الاتنين ما ينفعوش يبقوا موجودين مع بعض وما يكفعش الاتنين يكونوا صح ما ينفعش الاتنين يكونوا غلط يبقى أكيد هناك تعارض في الكتاب المؤدس وهذا أيضا اختيار آخر خاطئ لأنه أي دارس الكتاب المؤدس يعلم جيدا أنه لا يوجد تعارض في إعلان حقيقة أن الله واحد من حيث الجوهر ومثلس الأقانين ده اختيار خاطئ الاختيار الثالث وهو اختيار اللي أعلن الكتاب المؤدس أيضا بكل وضوح أنه فعلا وحقا يوجد إله واحد من حيث الجوهر فهو واحد لكن في نفس الوقت ثلوس ذات وكلمة وروح وهذا لا يتعارض مع ذاك كون أن الله له ذات موجود بذاته ونعطق بكلمته وحي بروحه لا يتعارض مع حقيقة أن هذا الإله هذا الإله واحد واحد طب قولي طب كيف بدأت وكيف بدأت تفكير في عقيدة ثلوس أهم شيء أقولك أنه كيف بدأت لكن أقولك أنه آه أنه الإيمان المسيحي منذ بدايته يؤمن بأن الله الآب والله الإب والله الروح الكدس يؤمن بالله الموجود بذاته الناطق بكلمته الحي بروحه لكن تاريخ الكنيسة تاريخ الكنيسة بيؤكد أن السؤال عن طبيعة الله وعن الثلوس نشأ مع اختبار المسيحيين الأوائل الذين اختبروا الخلاص بالإيمان بيسوع المسيح وبعمل روحه القدوس وانا اوضح النقطة دي كويس لكن ده ده دي البداية أنه بداية الإيمان بالثلوس نشأت من خلال الإيمان بعمل يسوع المسيح وشخص يسوع المسيح والإيمان أيضا بعمل روح القدس في حياة المؤمنين فالمؤمنين الأوائل عندما قبلوا يسوع المسيح ليس فقط مخلصا شخصيا لكن أيضا رب على حياتهم واختبروا عمل الروح القدس في حياتهم وسكن الروح القدس في حياتهم كان هذا هو الشرارة أو البداية حاجة تلميذ المسيح نفسهم آمنوا بأن المسيح هو المسيح الرب ومع انتشار المسيحية واختبار الكثيرين الخلاص وربوبية المسيح على حياتهم صار هذا الإيمان مؤكدا أن يسوع المسيح رب مش هما الاخترعوه لا ده هما قبلوا كلام يسوع وإعلان يسوع عن نفسه وقبلوا ما صنعوا يسوع أيضا كرب وكمخلص واختبروا هذا اختبارا روحيا شخصيا في حياتهم فهذا الاختبار اختبار المؤمنين الأوائل وتلاميذ المسيح هو أيضا بدأ معه إدراك أن يسوع رب وأن الروح القدس هو روح الله لما التلاميذ اختبروا دوا وملكوا يسوع المسيح كرب على حياتهم واختبروا سكن الروح القدس أيضا في قلوبهم بدأ السؤال هنا يطرح ما هي علاقة المسيح والروح والآب هل هناك ثلاثة أليها والإجابة طبعا لا لكن كيف نفهم طبيعة الله وكيف ندرك أن الله واحد من حيث الجوهر لكنه آب وإبن وروح قدس موجود بذاته وناطق بكلمته وحي بروحه كيف نفهم هذا وكيف ندرك طبيعة الله أنه واحد لكنه في نفس الوقت مثلس الأقنين السؤال كان عن مين هو يسوع مين هو يسوع وأنا عايز أحط قدام حضراتكم نقطة مهمة جدا الإخوة اللي بيقلفوا ويقولك أنه أصله دا كان بقرار من مجمع نقية وده كان بقرار من الكنيسة وأن التلاميذ الأوائل لم يؤمنوا بيسوع أنه رب دا كلام غلط دا كلام مصاطب دا كلام شخص لم يدرس ولم يقرأ حتى كتب الأباء الأولى ولا حتى سفر أعمال الرسل تلاميذ المسيح وكل المؤمنين الأوائل تلاميذ المسيح الحداشر وبعدين خادوا بعد كده واحد بإتناشر مع الاتنين وسبعين مع الثلاث تلاف اللي آمنوا في أرشليم وبعد كده وصلوا إلى خمس تلاف كويس كل هؤلاء كانوا من خلفية يهودية أتقول لي طب وإيه المهم في كونهم يعني من خلفية يهودية لكن الخلفية اليهودية تؤمن بأن الله واحد ولأن الله واحد فهو مركز العبادة لا يكن لك آلهة أخرى أمامي لا تصنع لك تمثالا منحوطا للرب إلهك تعبد وإياه وحده تزجد فاليهودي لا يمكن أبدا أن يؤمن بوجود إله مع يهوى فالإيمان اليهودي مبني على وحدانية يهوى alone only only يهوى لا يوجد لا يوجد إله آخر هو فقط الإله كل آلهة الأمم ما هي الأوثان وهذه الأوثان لها آذان لا تسمع ولها عين لا ترى ولها أيد لكن لا أعاجز عن فعل أي شيء لكن كيف لتلميذ المسيح اليهود الذين يؤمنون بوحدانية الله هم نفسهم الذين يؤمنون أيضا بربوبية المسيح ويؤمنون أيضا بأن المسيح هو المسيح الرب من أين كويس ده الإيمان بوحدانية الله عند اليهود والتلميذ الأوائل هو كان الأساس أنه ترفض كل فكرة للثلاثية فكرة وجود ثلاث أليها لا يمكن أبدا أن تقبل لا من التلميذ ولا من المؤمنين الأوائل ولا من الذين عاشوا مع المسيح ولا من الذين آمنوا بالمسيح مع أنهم جميعا يؤمنون بالإله الواحد إلا أنهم أيضا آمنوا بأن المسيح هو الله الظاهر في الجسد الكلمة المتجسد أخذ مدخلة الأخت في ريال ونرجع نكمل مع حضراتكم ألو أخ أشرف ألو أخ أشرف أهلا بيك أخت في ريال معاك هلعاني والرب يباركك ووسع تخومك شكرا ليكي يعطيك القلب المملوء بالروح القدس حتى تقدر تجاوب الأخوة المسلمين يا رب في العادة إفادة بلك الرب يفتح قلب ويمس قلب يفهمون الحق أمين أخ أشرف يعني المسلم خلي اسمعني يا ريت إحنا كل المسيحيين لما نصلي ماذا نقول باسم الأب والإبن والروح القدس الإله الواحد آمين صحيح كل الطوائف كل المسيحيين لما نقول قانون الإيمان نؤمن بإله الواحد الضابط الكل خالق السماوات والأرض إلى آخرين لما المسيح له كل المش لما نتعمل في الوحي الإلهي اللي في انجيل مت كابتر 3 عدد 17 ماذا يقول الوحي الإلهي وإذا السماوات قد انفتحت له فرأى روح الله نازلا مثل الحمامة وآتيا عليه روح الله اللي هو روح القدس وصلت من السماوات قائلا الصوت من السماوات هو صوت الآب هذا هو ابن الحبيب الذي به سررته ابن الحبيب هو الابن اللي كلمة صار صارت ابن نعم اللي هو الرب يسوع المسيح له كل المسيح لكن هم قتلهم الحرف يريدون الحرف مثل الطفل واحد زائد واحد يساوي اثنين لكن انا اتألم سؤال المسلمين وخلي يفكرون بعقل ويحكمون ضميرهم لمن يقولون صلى الله عليه وسلم على محمد هذا اكبر اشراق الطفل لانه هل الله يصلي على لسانه هو منه الاعظام منه ليصلي لمن بعدين محمد قال من اطاعني فقد اطاع الله ومن اطاعني فقد اطاع الله يعني خل هو مقامه قبل الله يناسم سوى هو قبل الله ايضا بعدين لمن المسلم يقول الشهادة هم يقبلون فقط يقول اشهدوا لا اله الا الله ويسكت لا لازم الشهادة يجب ان يقرن اسم الله باسم الرسول ثم ايضا شاتم الله لا يقتل وفعلا المسلم يما كنا نسمعه خاصة في رمضان هو من الزائج وارفان من الصوم وبالحرب يشتم الله ويقفر بالله شاتم الله لا يقتل وشاتم الرسول يقتل ولا يستتاب ثمان هو المشرك اللي يخلون محمد دائما مع الله وايضا فوق الله فشوية فكروا والرب يرحمكم وتعرفوا للحق والحق يحرركم امين واخ اشرف الله يخليك هل عندك معلومات عن الاخ العابر دياء اللي دي لان الكنيسة اللي ده صليله وطلبنا منهم بيسألون عنه ما بعرف اذا عندك انا شخصيا انا شخصيا ما عنديش يعني معلومات جديدة لكن ممكن اعتقد فريق العمل معنا ممكن يحصل على معلومات ونقدر نشارككم بيها ونبعثها لك اخت فريال اكيد الرب يباركك شكرا لان يعني بيسألون عنه لان بيسألونه باستمرار شكرا اخ اشرف الرب يباركك ويحفظك شكرا لك شكرا لك الرب يباركك شكرا لك يعني اللي ترحيته فعلا اخت فريال هو يعني البعض بيقول ان ان رسول الاسلام في مكانته فاق الله في الاسلام فهو اله مع الله يحكم للدرجة ان زي ما قالت انه من يسب الله يستتاب لكن من يسب الرسول لا يستتاب بل يقتل يعني هو مكانته اعظم حتى من مكانة الله وده بنشوفه لو واحد قال كلمة على رسول الاسلام العلم الاسلامي بيعمل ايه لكن كل يوم بتقال كلمات ضد الله لكن ولا ولا هم مبالين بالشيء طيب السؤال عن شخص المسيح هو كان البداية واعتقل ان دي بداية مهمة جدا زي ما قلت لحضراتكم والسؤال عن شخص المسيح وعن طبيعة المسيح مع الايمان بوحدانية الله ده سؤال مهم وكان لازم تجاوب تجاوب عليه الكنيسة فمن هو يسوع وشفنا انه في حلقات سابقة لما كلمنا فيها عن لهوت المسيح انه انه لهوت المسيح لا يمكن ابدا ان يكون من اختراع حد ده لهوت المسيح بدأ من اعلانات المسيح نفسه عن نفسه ادراكه هو عن طبيعة شخصه وفي حلقات مطولة تكلمنا عن براهين يعني دايما المسلم يقول لك اريني اين قال المسيح اني انا الله وكان هو ده السؤال يعني من ايام احمد داد ما فيش غير السؤال ده اللي عماليني يكرروا ويتجاوب على السؤال ده بمئات المرات قلنا لو فيه واحد ماشي في الشارع وعمال يقول انا هو الله فاعبدوني الناس ترجمه بالحجارة لانه يبقى مجنون لكن من اعمالهم ومن كلماتهم ومن حياتهم ومن معجزاتهم وما اعلنوا عن نفسه هل يستطيع عاقل ان يقبل ان المسيح يغفر الخطايا وهو انسان هل يستطيع عاقل ان يقبل ان المسيح يدين العالم وهو انسان هل يستطيع عاقل ان يقبل ان المسيح يجلس على كرسي مجده وان يرسل ملائكته وان الملائكة له وهو انسان ما هو يام اللي قاله يسوع عن نفسه ده يبقى كذب يام اللي قاله يسوع عن نفسه يبقى حقيقة ونحن نقبل كل كلمة نطق بها يسوع واعلنها عن نفسه وانسدق كل كلمة سجلتها لنا الاناجيل عن حقيقة من هو يسوع حضرتك عايزني ارفض شهادة الاناجيل وارفض شهادة العهد الجديد وارفض شهادة من عاشه مع المسيح وارفض شهادة شاهد لم يرى شيء ولم يسمع شيء حتى في امر الصلب حضرتك عايز ترفض كل مئات البراهين اللي بيكلم عنها الكتاب المؤدس وبيوضوح واعداء الكتاب المؤدس من اليهود ومن الرومان واقبل شهادة لم تقدم برهانا وحيدا يتيما يؤكد مصداقيتها ويوم ما نسأل الدكتور منكز وغيره ويقول لك لا 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 اصله احنا بنقبل النص دو اصله النص دو من الله يعني الله كأن الله بيخالف التاريخ ما انه واحدة من تعريفات الحق ما هو الحق ان الحق في تناغم مع الحقيقة مع ريالتي والحقيقة كلها بتعلن ان يسوع مات ببرهين وبادلة لكن هنأعمل ايه هو دا كده وتقبله كده عجبك عجبك مش عجبك اعمل حاجة تاني طب قدمه لنا دليل قدمه لنا دليل لا لا وبعدين يتفنن المسلم بقى يتفنن وبالاخص دكتور منكز يتفنن يتفنن في ايه بقى انه هو ما عندهوش دليل يقدمه على مثلا صلب المسيح فيروح للاناجيل اللي بتؤكد صلب المسيح ها وقولك اصله هنا ما تختلف مع معلوقة وهنا يحنى قال عبارة غير اللي قالها مرقص وهذا من تقديم براهين تقديم براهين وادلة تقنع السامعين فيفتحوا قلوبهم للمسيح او يستخدم الرب يسوع ما نقوله بروح القدوس لغير القلوب والنفوس لانا لانا فيش حد هيؤمن ان لم يسمع السؤال عن شخص المسيح السؤال عن شخص المسيح بالنسبة للتلاميذ اليهود كان نقطة محورية جدا طيب قلنا انه مش ممكن تلاميذ المسيح اليهود والمؤمنين الاوائل يقبلوا بفكرة وجود الهين الاب والاب او يقبلوا فكرة وجود ثلاثة اله الاب والاب والروح القدس لكن الايمان ظل ايمان بإله واحد وبرب واحد لما انتشرت المسيحية وخرجت برا اليهودية وصلت ما بين الأمم الايمان المسيح واجه نوع آخر من التحديات وهو الفكر الغنوس الفكر الغنوس الذي كان منتشرا في القرن الأول والثاني والثالث الميلاد ونعرف عنه اللي وصلنا منه من كتابات الأباء في ردهم على الغنوسيين لكن كمان اكتشاف أكتر من 12 كتاب بقرب ناجح حمادي بنسميها مكتبة ناجح حمادي لنصوص غنوسية كثيرة فكر الغنوسي كان بينادي بانه بوجود الإله السامي لكن هذا الإله السامي هو لا يتعامل مع المادة في نظره كل ما هو روحي طاهر وكل ما هو مادي ناجس والإله السامي ده علشان يخلق الكون والكون مادي كلابد أنه يخلق آيونات انبثاقات تخرج منه ومن ضمن هذه الانبثاقات واحد يخلقه يقوم هو بخلق الكون فالإله السامي يخلق الكون من خلال آخرين الفكر المسيحي واجه هذا الفكر لكن هذا الفكر رفض بأنه يجعل المسيح أقل من الله وأنه هذا الفكر يجعل شخص المسيح مخلوق أي نعم هو خالق لكنه أيضا مخلوق لأن الكتاب المؤدس بيأكد على أزلية المسيح وبيأكد على أن المسيح مساوي للآف الجوهر فأيضا المؤمنين الأوائل وقفوا أمام هذا الفكر بشدة وهاجمته الكنيسة فأيضا المؤمنين الأوائل فنحن هنا لنؤمن لا نؤمن بإله سام عال خلق إله آخر أقل منه هذا الإله الآخر الأقل منه هو الذي خلق الكون هذا ليس هو الفكر المسيح عشان كده يحنى في بداية إنجيله بيؤكد على حقيقة كون المسيح هو الله يقولون أنه في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله هذا كان في البدء عند الله كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان وعش كده الفكر دوا الغنوسي رفضته الكنيسة كان من الضروري بل من الحتم أن يشرح المؤمنين الأوائل كيف أن الآب والابن إله واحد وليسوا ثلاث أليه وفي نفس الوقت هم ثلاث واحد في الجوهر لكنه ثلاث من حيث الأقانيم وده كان دور الكنيسة دور الكنيسة أنها تجيب على أسئلة السائل دور الكنيسة أنها تواجه الفكر الخاطئ دور الكنيسة أنها تعلم الحق والكنيسة منذ نشأتها تعلم بالآتي نؤمن بإله واحد كائن موجود بذاته هو روح غير محدود أول نقطة هو إله واحد له ذات واحدة وهذه الذات تتمتع بالنطق والحياة الله له ذات واحد لا توجد هناك ذات اسمها ذات الآب وذات الابن وذات الروح القدس الله له ذات واحد لكن هذه الذات الوحدة لها وجود ولها نطق ولها حياة بدون النطق يكون الله أعجميا مجردا من العقل والنطق ومن ثم لا يكون خالقا لو الله مش بيكلم لو كلمة الله لا تخلق يبقى الله ما ينفعش يخلق الكون لأن الكتاب عدس بيقول لنا وقال الله نطق بكلمة الرب صنعت السماوات والأرض نطق بدون الروح يكون إلها ميتا ومن ثم لا يكون إلها فالله الموجود بذاته لا يمكن أن يكون إلا ناطقا ولا يمكن أن يكون إلا روحا حياة الله واحد في ذاته زي ما قلنا فلوس في خصائص كيانه الوجود والنطق والحياة الوجود والنطق والحياة موجود بذاته موجود بذاته ناطق بكلمته وحيا بروحه هذا هو الثلوس في الإيمان المسيحي الثلوس في فكر الغزالي واحد من علماء الإسلام اللي كان عنده استنارة أنه يفهم وصدقوني كل واحد من الإخوة المسلمين اللي عايز يفهم هيفهم اللي بيدور على الحق هيجده لكن للأسف الأغلبية مش عايزة تفهم ما يؤمن به المسيحيون هم عندهم نص كرآني إنه كفر الذين قالوا أن الله واحد ثلاث وإنه كذا وكذا فهم معتقدين أنه هذا هو النص الكرآني الذي يحكم على المسيحيين أنهم كفر يعبدون ثلاثة إليها دون محاولة الفهم ده واحد من المفكرين المسلمين في كتابه الرد الجميل صفحة 43 بيحلل الغزالي الإيمان المسيحي ويقول أن المسيحيين يعتقدون أن ذات الباري واحدة برافو عليك نحن نؤمن أن الله له ذات واحدة ولها اعتبارات ماشي نكمل ونسمع اللي بيقوله الغزالي فالمسيحيين يثبتون فالله ذاتا نحن نؤكد أن الله له ذات وهذا وهذا الإله الذي له ذات كويس هو إله هو روح وهو شخص وده بعيد كل البعد عن الإله في الإسلام فالله في الإسلام يعني أنا أنا شخصيا عادت أبحث ما هي طبيعة هذا الإله في الإسلام هل هو روح ولا مادة لم أجد إجابة ولم أجد نصا واحدا يؤكد على أن الله روح في طبيعته هو كل اللي بيقوله الله هو عكس كل ما تتخيل وعكس كل ما يمكن للفكرك أنه يوصل طبعا وبعدين ما جوابتش على سؤالي طبيعة الله في الإسلام إيه ما تلاقهاش لأنه زي ما قلت الله يعلن عن مشيئته لكن لا يعلن عن نفسه في المسيحية الله يعلن عن مشيئته وعن نفسه حاجة تانية كمان في الفرق الكبير ما بين الإسلام والمسيحية أن الإسلام لا يؤمن أن الله شخص person وقلنا أنه أنه الشخص هو الذي يمتاز بحاجتين أن عنده بنسميها self consciousness إدراك ذاتي مدرك لذاته أنا هو أنا هو هو مدرك لذاته والحاجة التانية في هذا الشخص اللي اتميزه أيضا عن بقية الكائنات أنه عنده إرادة ومشيئة شخصية self determination عنده مقاصد شخصية بتاعته مقاصد إلهية ده لي يميزه في الإسلام الله مش كده هو مش شخص أما هو إيه أنا مش عارف أنا مش عارف لكن هو الفكر الإسلامي ضد أن الله يكون شخص وعش كده لأن الله في المسيحية شخص فممكن يكون أب ويكون أب للمؤمنين ولأن الله في الإسلام ليس شخص فمش ممكن أبدا يتواصل ويقيم علاقة مع المؤمنين هو إله منفصل عال بعيد هناك ليس لنا به علاقة إلا فعل ما يريد لكن راوحة الإيمان المسيحي إنه الله شخص ولأنه شخص فهو أب ولأنه أب نستطيع كمؤمنين أن نقول أبانا الذي في السماوات فده أمر واضح جدا في الكتاب المؤدس طيب خليني أخذ الأخ أحمد من روما ألو ألو سعلا بحضريتك إزايك مش الحمد لله الحمد لله رب العالمين أولا مش أطرق بس أنا بس مع سيادتكم تبع سيادتك يعني الله يخليك قلت قلت من من حول نص ديها كده بأن المسلمين ما مش متحدد شخص الله في القرآن أو مش متحدد ذاته حرك يعني أنا أسف أن أقولك أن أنت غلطة لأن إحنا كم مسلمين عندنا في القرآن بنقول أن الله ليس كمثله شيء كويس الاختلاف اللي بيننا وبين هذا أن عادك بتقول الله إنسان أو الله تجسد في سيدنا عليه الصلاة والصلاة أنا طبعا أنا طبعا بشكرك على دخليتك بس أنا هقطعك في حيط صغيرة لو سمعت لما أقول شخص مش معناها إنسان لما أقول شخص يعني لما أقول أنه أو البرسوناليتي ليس معناها إنسان لكن عايز أقول إنه شخص بمعنى إنه كلمة شخص كلمة لها أبعاد كثيرة لكن 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 ليس يعني مثلا لما أتكلم على على بيقوله على البشر إنه كويس فهل الله هل الله كائن أوكي هذا الكائن طبيعته إيه هل طبيعته روحية ولا طبيعته مادية أنا مش عارف في الإسلام أنا مش عارف لا إنت إنت حضرتك كلمت عن الفكر الإسلامي الفكر الإسلامي الفكر الإسلامي بيقول إن الله ليس كم سليش طب إذا كان الله ليس كم سليش بنزلنا إحنا أوكي إذا كان الله ليس كم سليش آه كمل من العقل البشري بيفكر فيه من العقل البشري بنفكر فيه اللي إحنا بنفكر فيه إنه شكله شكله على شبهنا أو ليس كم سليش طيب هل هو روح أنا بقول لك ليس كمثلين شيء ليس كمثلين شيء بس خد كل حاجة عن الله سبحانه وتعالى إحنا كفكر إسلامي بناخد كل حاجة عن الله سبحانه وتعالى إنه ليس كمثلين شيء بس الإيمان بالغيب أنتم كديانة مسحية لا تؤمن بالغيب الله لما أعلن نفسه لما بيحب يعلن نفسه بيحب يعلن نفسه إزاي يعني كيف أعلم الله صفاته 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 وليس نفسه صفاته دي مش بتأكد لي مش بتأكد لي طبيعته ما أنا قلت لك بنختلف بس في الفكر في النقطة دي ليس كمثلين شيء بس كمثلين شيء وممكن بسؤال تاني أسأله حضرتك ممكن طب حضرتك لما الله سبحانه وتعالى تجسد في المسيح عليه الصلاة والسلام هل تجسد الله سبحانه وتعالى في المسيح أنه ينزل على الأرض ويبقى بشر كان ضعف من الله أن الله ما يقدرش يقرزونه بالبشر أم هو بيكمل قدرة الله سبحانه وتعالى دي الحتة اللي أنا مش خاين معنا وضح لي ولك ألف شكرا سيدي لا 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 بالعكس بالعكس أنا مبسوط أنه حضرتك تتصل وتتواصل معنا وأتمنى أسمع صوتك شكرا شكرا أنت إنسان أنت إنسان زوء بصراحة لا لا خالص بالعكس نرحب بك ونصلي لأجلك كمان يعني في كل حياتك أنت إنسان زوء ومؤدد بصراحة يعني من أحسن الشخصيات اللي بتتلعب القناة دي ومستنى ردك لصراحة طيب حاطب بكل تأكيد يعني هل الله طيب شكرا لك هل الله السؤال ده مهم جدا هل الله ما كانش قادر أنه يحل مشكلة الإنسان والخطية دون أن يتجسد ده سؤال الإخوة المسلمين اللي دايما بيسألوه إيه احتياج ما جاء المسيح لماذا جاء المسيح أول حاجة في الإيمان المسيحي ودي حاجة مهمة جدا إن الله كامل القداسة وعادل فلأن الله كامل القداسة وعادل فعندما يدين الخطية لابد أن ينفذ دينونتو تجاه الخطية هو قال إن أجرت الخطية موت ولا يوجد عادل قادي عادل في الأرض يخفر زنوب وجرائم المجرمين دون عقاب ما فيش حد بيعملها كده أي قائد أي قادي عادل هناك قانون بيقول بمنصوص عليه هذا القانون المنصوص عليه بيقول إنه الجرم كذا والعقاب كذا لابد أن يحكم إذا كان يريد أن يكون عادلا كباية حتى ابنه لابد أن يدين ابنه إذا ارتكب نفس الغلط فإذا كان هذا هو عدل الأرض وبر الأرض فما بالك بالله الذي الخطية أهانت شخصه ووجهت له وهو قال إن أجرت الخطية موت فلابد لابد ما فيش حل تاني في الإيمان المسيحي ما ينفعش إن الله يكون عادل إذا قال يا جماعة أنا غفرت لكم خطاياك وامشوا زي ما انتم كده خلاص أنا جات في دماغي النهاردة دماغي ريئة فأنا يعني هسامح خطاياكم لا لا ما ينفعش ما بقاش عادل ما بقاش عادل ولا يمكن أنتسك في عادله ولا يمكن أنتسك في قداسته كويس فالعدل أساس الملك وإن كان الله ملك فهو عادل ولا بد أن يدين الخطية والخاطئ وهو قال زي ما قلت إن أجرت الخطية موت فده معناه إنه كل الناس لأنه الجميع زاغوا وفسدوا ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد لا يمكن للإنسان أن يتبرر أمام الله طيب الزايد لكن الله في نفس الوقت بيحب الإنسان ولا يريد أن يهلك الإنسان هو بيحبه لأنه طبيعته أيضا بجانب قداسته وبره هو أيضا إله محبة هو إله محبة وعشان كده لما رأى الله أنه لا يوجد هناك بديل من سفك الدم ومن أن يموت شخص بار من أجل الإنسان أخذ هذه المهمة على نفسه لأنه الإنسان اللي يموت من أجل الإنسان لابد أن يكون هو نفسه بار والجميع زاغوا وفسد ما ينفعش واحد من البشر كلنا كلنا فاسدين كلنا في نظر الله محكوم علينا بالهلاك وبالدينونا لكن في نفس الوقت لابد أن يكون إنسان ما ينفعش ملاك ما ينفعش أنه ملاك يجي يموت عني لأنه الملاك لا يمثل البشرية لابد أن يكون نائبا عن البشر ولأجل هذا جاء المسيح كلمة الله الذي ولد من مريم العذراء والمسيح على فكرة جاء إلى أرضنا مش عشان يصنع المعجزات ولا حتى علشان يعلم تعاليم عظيمة هو عمل دوا ويستطيع أن يفعله لكنه جاء لكي ما يكون فدية لأجل كثيرين وده ده الذبح العظيم ده الفداء الذي الذي لابد أن يتم من أجل أن الإنسان تدفع يدفع ثمن خطاياه وتمن أثامه وعش كده في الصليب إحنا ليه متمسكين بصليب المسيح لأنه في الصليب المسيح رأينا عدل الله في أنه دان الخطية إذ وضعها على المسيح الذي حمل خطيانه ورأينا أيضا محبة الله الذي إذ جاء ابنه يسوع المسيح والذي حمل هذه الخطية نيابة عين عن رأينا العدل والرحمة اللي اتنين بيجتمعوا مع بعض وعش كده كل من آمن بالمسيح غفرت خطاياه وعش كده كل من يؤمن بالمسيح ضمن الحياة الأبدية لأنه المسيح دفع كل ثمن خطيانه الله كان في المسيح يسوع مصالحا العالم لنفسه غير حاسبا لهم خطاياهم لا يوجد طريقة أخرى لغفران خطيتي وخطيطك لا أعمالي تنفع لأنه كده كده أنا فاسد ومحكم علي بالهلاك ولا أعمال بر تنفع أنت حتى المسلم مهما عملت من أعمال أنت وانت هنا غير ضامن أبديتك غير ضامن حتى رسول الإسلام نفسه مش ضامن إن كان الله هيدخله الجنة ولا لأ وما ليه يضمن لي أنه عادل الله يأخذ مجراء وعادل الله أخذ مجراء على الصليب ومحبة الله أيضا زهرت في الصليب عشان كده يقول الكتاب أن الله بيّن محبته لنا وإذ ونحن بعد خطا مات المسيح من أجلنا دي المعادلة الصعبة اللي ما يقدرش يعملها غير شخص الله وحده أتمنى إنه أكون أجابت ولو إجابة بسيطة على سؤال أخونا أحمد طيب يقول كده الغزالي نرجع مرة تاني للغزالي يقول فالمسيحيين يثبتون فالله ذاتا موصوفا بصفاء بصلاة ذاتية كيانية ثلاثة يسمونها الآب والكلمة والروح يعني هو الرجل فهم عشان كده بقول والكلمة الروح وعش كده بدأ إشرحها فإن اعتبرت مقيدة بصفة لا يتوقف وجودها على تقدم وجود صفة قبلها كالوجود فذلك المسمى عندهم بقنوم الآب وإن اعتبرت موصوفة بصفة يتوقف وجودها على تقدم وجود صفة قبلها كالعلم فإن ذلك يتوقف إنصافها بالعلم على اتصافها بالوجود فذلك المسمى عندهم بقنوم الإبن يعني إيه كلام ده يعني عايز يقول أنه لابد أن يكون الله موجود بذاته أولا ونعطق بكلمته فالوجود بالذات مهم لأن يكون ناطق بكلمته ده اللي عايز يقوله وعش كده يقولون أن الوجود بالذات هو الآب والناطق بكلمته لأن الكلمة بنت شفا خرج من شخص لكن لابد أن يكون الشخص موجود لكي ما يكون له كلمة وهذه الكلمة نقول عنها أنها الابن وبعدين يقول وإن اعتبرت بقيد كون ذاتها معقولة لها فذلك المسمى عندهم بأقنوم الروح القدس فيقول إذن فيقول إذن فيقوم إذن من الآب معنى الوجود من الآب معنى الموجود ومن الكلمة أو الابن معنى العلم ومن الروح القدس كون ذات الباري معقولة له هذا حاصل الإصطلاح فتكون ذات الإله واحدة في الموضوع موصوفة بكل أقنوم من هذه العقانيم الله ينور عليك طب ليه المسلمين مش فهمنا كده لأن غلبية المسلمين للأسف ما بيبحثوش في إيمان المسيحين وفكر المسيحين كما فعل الغزالي لأن هما طايرين بأفكار غير حقيقة عن الإيمان المسيحي لأن هو مش عايز يتعب نفسه ويقرأ ويتسقف ويعرف طبيعة إيمان المسيحيين فالله الواحد المثلث الأقانيم زي ما هي الأقانيم الأقانيم كلمة سريانية يطلقها السريان على كل من يتميز عن سواه يتميز فالأقانيم يراد بها التعيين تعيين اللهوت الخاص الأقانيم الكلمة اليونانية المقابلة لكلمة أقنوم هي هوباستوس وقد نقلت إلى الإنجليزية وسعملت فيها بمعنى بهذا المعنى لا يوجد لكلمة أقنوم مرادب باللغة العربية لا يوجد وكده نحن نستخدمها ولا يوجد لها مرادب في أي لغة أخرى كلمة أقنوم تختلف عن كلمة شخص في أمرين الشخص هو ذات منفصلة أما الأقانيم فهم ذات واحدة هي ذات الله مع أن الأشخاص يشتركون في الطبيعة الوحدة إلا أن ليس لهم صفات أو مميزات أخرى أما الأقانيم فمع تميز أحدهم عن الآخر في الأقنومية هم واحد في الجوهر بكل صفاتي وخصائصي ومميزاته لأنهم ذات الله الواحد فما يقال عن الآب يقال عن الإبن إن كان الآب أزلي الوجود فالإبن أزلي الوجود فالكلمة أزلي الوجود إذا كان الآب كليه المعرفة فالإبن كليه المعرفة فالروح القدس كليه المعرفة إذا كان الآب موجود بذاته فالإبن موجود بذاته فالروح القدس موجود بذاته كل هذه الصفات هي صفات شخص واحد وليس ثلاث أشخاص ولا ثلاثة أليها الأقنيم الثلاثة في تلخيص كده هم اللهود معلنا في ذاته وصفاته في نطقه وفي روحه في ذاته وفي نطقه وفي روحه هذا هو الثلوس في الفكر المسيحي يعني أنا أكمل مع حضراتكم المرة الجاية لأنه في أشياء كثيرة كنت محتاجة أن أتكلم فيها النهاردة لكن الوقت دايما ليس بيسعفنا لكن الحقيقة اللي نريد أن أقولها أن الثلوس هو إله واحد الله موجود بذاته في صعوبة دي أن نحن نقول الله موجود بذاته فيها صعوبة في صعوبة أن نقول أن الله ناطق بكلمته فيها صعوبة في صعوبة أن نقول أن الله حي بروحه ومن يقول هذا فهو يؤمن بأن الله واحد في الجوهر ومثلس الأقانيم نكمل مع بعض في الحلقات اللي جاية فإلى أن نلتقي سلام المسيح مع حضراتكم